عن خولة بنت حكيما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من نزله ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا نجد أن هذا الحديث بينه وبين الآية ترابط وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا فإن أولئك من في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من صفحاء قومه وهذا الحديث بيان للطريقة الصحيحة السليمة في القول الذي يقال عند نزل المزل وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح كل شيء فإنه لما نهى عن شيء وضع له البديل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر